موسيقى مرحبا بكم مشاهدي الأفاضل في كل مكان نلتقي مجددا في حلقة جديدة من حلقات مؤمنات خالدات حلقتنا اليوم شخصيتها لطالما كانت مثيرة للجدل عبر التاريخ إنها شجرة الضر نتعرف عليها سويا وعلى مواقفها المتفردة وترافقني في ذلك العزيزة دنيا الحساني موسيقى سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الحلقة من برنامجكم مؤمنات خالدات نتعرف وإياكم فيها عن مؤمنة خالدة تركت لنا بصمة وعبرة عبر التاريخ سعيدة بأن نتعرف وإياكم على امرأة مسلمة خلد اسمها عبر التاريخ بمواقفها الجرئة والتي عرفت بحزمها ودهائها وبرها وإحسانها هي أم الخليل الصالحية أو شجرة الدر من شهيرات الملكات في الإسلام لها عدة مواقف مثيرة في حياتها جعلتها تكون من المؤمنات الخالدات نتعرف إياكم عن هذه المؤمنة الصالحة مع الأستاذ الفاضلان عيمة بن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وسادتي مرحبا بك في هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات أهلا وسهلا مرحبا مرحبا إذن نواصل التعرف على المؤمنات الخالدات ولعل شخصية هذا اليوم هي شخصية مميزة نظرا للمهام التي تقلدتها والتي كانت ربما من الأوائل ومن الشهيرات في التاريخ الإسلامي حيث كانت ملكة وحاكمة لمصر هذه الشخصية المثيرة بمواقفها نتعرف على هذه المواقف بتفصيل معك أستاذة الفضلة شجرة الدر ملكة مصر من تكون هذه المرأة الفاضلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابة أجمعين فعلا حلقة اليوم هي حلقة غنية جدا وشخصيتها هي شخصية مثيرة للجدل كتبت حولها روايات وقصص ولفقت لها كثير من المواقف واعتبرت من النساء اللواتي كان الخيال القصصي واسعا في كتابة الأحداث التي رافقت هذه السيدة العظيمة والفاضلة أيضا شجرة الدر هي كانت مملوكة كانت جارية أهدها الحاكم بغداد المستعصم بالله أهدها للملك الصالح كان يلقب بالملك الصالح الذي هو واحد من أبناء صلاح الدين الأيوبي حينما توفي صلاح الدين الأيوبي تفرق أبناؤه في الحكم وظهر الممالك فواحد من أبنائه لهو نجم الدين أيوب كان يحكم مصر فأهدى له حاكم بغداد هذه الجارية وهي كانت جارية رومية أسلمت وعاشت كجارية لكن لاحظ هذا الحاكم بأنها كانت ذات ذهاء ذهاء وذكاء في نفس الوقت فدخلت إلى قصر نجم الدين أيوب ولاحظ أيضا ذكاءها وحكمتها وثقافتها الواسعة وذوقها الرفيع كانت امرأة ذات ذوق رفيع أيضا كانت جميلة وكان كما يسمى اليوم لها كاريزما يعني في شخصية قوية تهيمن بهذه الشخصية على من حولها فتزوجها نجم الدين وولدت منه ولدا سمته خليل ولد واحد كان اسمه الخليل وعرفت بأم الخليل وكانت تشاركه في الحكم وتشاركه في اتخاذ القرارات الصعبة أيضا وكانت كثيرا ما تشير عليه في قضايا الجيش خاصة في قضايا الجيش وكانت الفترة فيها هجوم الصليبيين الذين يريدون أن ينتقموا من المسلمين من الانتصارات التي تحققت في عهد صلاح الدين الأيوبي فبعد وفاته وتفرق أبنائه في ممالك صغيرة فكر الصليبيون بأنهم سينتقمون هذه فرصة انتقامهم من كل الممالك الموجودة فركزوا على مصر لأن مصر كانت دائما عبر التاريخ لها مكانة في المسلمين فركزوا على مصر وعلى حكم مصر والويس التاسع جر جيشا كبيرا وبدأ يقترب من مصر ووصل إلى دوميات واستحوذ على مدينة دوميات في هذه الفترة كانت أم الخليل فقدت ابنها توفي ابنها ولكن ظل هذا الاسم دائما يرافقها إلى آخر حياتها زوجها نجم الدين أيوب تعرض لأمراض متعددة ولم يعود يخرج للناس فأصبحت هي التي تخرج وهي التي تواجه الناس وأصبحت توقع نيابة عنه لأنه لم يستطع لم يعود يستطيع لا أن يوقع وربما كان فاقدا للوعي في هذه المرحلة فكانت مرحلة عصيبة جدا الجيش الصليبيين يقترب منها وزوجها مريض طريح الفراج ولم يعود لها ابن وأصبحت ملزمة بأن تتحمل المسؤولية التاريخية مسؤولية الحفاظ على وجود مملكة المسلمين في مصر طيب لعلها قد تكون لقت مواجهة ربما من طرف الشعب من طرف الأعوان لكن هذا لم يحصل كان علي إجماع كما ذكرت أنها كانت مرأة مؤثرة في الآخرين ويبدو أنها كانت مرأة صالحة وكان الكل يحترمها ويقدرها دخلت إلى قصر نجم الدين أيوب في 637 هجرية وفي 647 للهجرة كان زوجها قد توفي عشت معه عشر سنوات توفي هذا الزوج فأخفت وفاته عن الجيش الذي كان يواجه الصليبيين قرب دميات وكان الجيش كان الصليبيون قد استولوا على دميات واقتربوا من أن يستولوا على كل شيء فأخفت وفات زوجها وتقول الرواية بأنها كفنته وغسله طبيبه ووضعته في تابوت وأخرجته مع الطبيب ليلا ودفن سرا ولم يعلم أحد بأنه قد توفي وأخفت وفاته عن الجميع وأخبرت فقط واحد من المقربين لها من الوزراء وكان يكن بالمعيس فأخبرته بهذا الخبر وبدأت في مواجهة الصليبيين عن طريق توجيهها للجيش هذه قمة في الرزانة والحكامة حتى لا تكون هناك فتنة ويتراجع الجيش ربما كان الهدف هو المصلحة العامة والغاية والإنجاح تلك المعركة حتى لا تتعرض البلاد لفتنة لأن الجيش كله في مواجهة الصليبيين وهي تواجه مصير هذا الزوج الذي توفيه فاختارت أن تخفيه الموضوع عن الجيش وكانت تخاطب الجيش وتقول لهم الملك الصالح يقول لكم الملك الصالح يرتأي الملك الصالح يوجهكم الملك إلى أن انتهت المعركة بانتصار الجيش حتى فاجعت الموت ربما المرأة هي ضعيفة قد لا تتحملها لكن هي كانت صلبة في تقبل وفاة الزوج وأيضا في أن تتحمل هذه المواجهة مع ربما الجيش الصليبي وتخوض المعركة هي والجيش نعم وفعلا كسب الجيش جيشها كسب المعركة واستطاع أن يأتيها بلويس التاسع أسيرا فإلى هذه الدرجة وفي ظروف صعبة تقول كذلك الروايت بأنها كانت تذهب للجيش وتوجه في عين المكان يعني كانت ليست شجاعة فقط ولكن يعني كان مستوعالي جدا من الشجاعة أن تذهب مرأة وتغامر بنفسها وحينما رأت بأن الجيش قد انتصر بحثت عن ابن زوجها كان له ابن واحد من زوجة أخرى يسمى تراشه وكان سكيرا عربيدا وكان أبوه قد أمر بأن يبقى في إقامة جبرية في إحدى الجزر فأمرت الرسل بأن يذهبوا ويأتوا به وعطوه رسالة منها تقول له بأن أباك قد توفي ويجب أن تأتي لكي يبايعك الناس فإلى هذه الدرجة بلغت حكمتها أن تأتي بهذا الابن الوحيد رغم أنه لم يكن فيه أي شرط للحكم ولكن كانت تأمل أن يصلح وأن تصلح شؤونه فأتت به وكلمته وقالت له قد كلمت العلماء والقضاة والجيش والوزراء وكل المعنيين بمبايعتك مبايعتك سيبايعونك فعلا بايعوه على الحكم وأصبح هو الحاكم وهي اختارت أن تبتعد عنه حتى لا تواجه تواجه تراشا لأن كانت تعلم بأنها مختلفة عنه وهو مختلف عنها وسيحدث بينهما خلافات كثيرة فذهبت إلى قصرها المطل على النيل واختارت أن تبتعد عن الأضواء وتتفرغ لعبادتها والتي تستريح هناك لكن ربما الأمر سيتغير فيما بعد سنتعرف عن ماذا جرى مع هذا الابن الذي يعني حرصت أن يستعيد ملك أبيه ولا يضيع هذا الملك ربما قد أو تفلت الدولة وتكون ربما هناك فوضى وشغب في البلاد هذا من دهائها ودكائها أيضا حتى تحافظ على استقرار الدولة نواصل التعرف عن مناقب شجرة الدر بعد هذا الفاصل إذا سمحت أستاذة الكريمة وأنتم أيضا مشاهدي الكرام نواصل معكم برنامج مؤمنات خالدات بعد الفاصل تعتبر القيم سر بقاء الأمم واستمرارها وقد حث القرآن الكريم في مواطن كثيرة عن القيم لما لها من أهمية بالغة في استمرار المجتمعات والحفاظ على تكتلها ووحدتها وتعيوشها نرحب بكم من جديد مشاهدي الكرام ونواصل معكم هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات مؤمنات هذه الحلقة هي شجرة الدر أو أم الخليل الصالحية تأيمن مع الأسادة الفضلة نعم ابن عيش رئيسة المعهد الشرعي النسوي عيشة أم المؤمنين ورحب بكم من جديد أسادتي الكريمة ونواصل الحديث والتعرف عن مناقب حياة هذه المؤمنة وهذه الصالحة الصالحية كما كانت معروفة في زمانها شجرة الدر التي كانت من الملكات المشهورات في العالم الإسلامي طيب قبل الفاصل تحدثنا عن كيف كانت تحكم أو زمام الأمور وكيف كتمت وفاة زوجها حتى لا يؤثر ذلك عن الجيش البلاد الذي كان في ذلك الوقت في معركة مع الصالبيين وانتصر الجيش المصري وكانت هناك انتصار بدهاء وحكمة ورزانة هذه المؤمنة الصالحة بعد الوفاة كما ذكرت قبل الفاصل يعني نادت عن ابن زوجها حتى يتولى الحكم لكن ربما ما كانت تسعى إليه لم يكن كذلك كيف قالت الأمور بعدما توفي زوج شجرة الدر وبايع ربما الأهل وأهل البلاد ابن زوجها خاب ظنها في تراشة لأنه بعد أن حققت له هذا الملك أصبح ملكا وبايعه الجميع وجمعت حوله كل الأعيان ورجالات الدولة الكبار إلا أنه لم يفي بالوعد ووعدها بأنه سيهتم بشؤون الدولة وشؤون الناس والمواطنين ولكنه لم يفعل لم يكن في المسا والمطلوب التي كانت رجع إلى عربدته وإلى سكره وبدأ يفكر في الانتقام وفي قتل كثير من الوزراء والمحيطين به وفكر حتى في قتلها هي وبلغها الأمر وبدأ الناس يشتكون لها ويتوجهون إليها القضاة والعلماء كلهم يتوجهون إليها ويطلبون أن تتدخل ولم لم تتدخل يعني حاولت أن تتدخل ولكن أحجمت وخافت من الموضوع هذا موضوع التدخل في تصفية فإذا بأمراء الممالك يجتمعون ويقتلون تراشا يعني فقتل هذا الملك الذي كان عربيدا حفاظا على الدولة ونادوا عليها وبايعوها هي ملكة فكانت هي أول ملكة في تاريخ الإسلام قبل الإسلام كانت الملكة بلقيس ولكن هذه كانت أول ملكة تتسلم الحكم مباشرة وتوقع باسمها كان لها توقيع بل إن التاريخ يذكر لنا بأنها حتى الدنانير والنقود سكت باسمها يعني دار السكة سكت النقود باسم شجرة الدر فدخلت إلى الحكم من بابه الواسع وليس لكي تنوب عن زوج مريض أو زوج ميت وأخفت موته أو يعني ابن غير موجود أو حاكم لا يتقن من وراء الستار كانت تحكم بل كانت تحكم مباشرة بعد أن بايعها هذه الثقة التي وضع فيها هؤلاء الرجالات الدولة والأعيان والقضاء والأمراء ربما ملفتة للانتباه يعني قد يكون أمير آخر هو من تولى الحكم لكن كان الرجال يعني يثقون في المرأة المسلمة ويعطوها ربما فرصة حتى تبرز يعني ذلك الحرص أن تكون أو ذلك الدور الجدي الذي ستقوم به مثلا في يعني أن تحكم بلادا فهو ليس بالأمر الهيين صحيح أنهم وثقوا فيها هذه ثقة في امرأة أن تحكم بلدا معرض ليس بلد مستقر وليس فيه مشاكل لا بلد فيه مشاكل كثيرة جدا وفيه تعددية فيه الطائفية فيه التعددية الدينية والتعددية العرقية والتعددية الثقافية ففيه الممالك الذين أتوا وأصبحوا جزءا من البلاد فيه الأيوبيين الذين أصبحوا جزء من البلاد يعني حكمت بلدا صعبا وفي ظروف جيد جيد صعبة ولكن ثقة الأهل الدراية وأهل الحل والعقد فيها كانت كبيرة فولوها يعني الحكم يعني السؤال الذي يمكن أن يستغرب منه الإنسان اليوم هو أن في القرن السابع الهجري لم تكن هناك عقلية ذكورية عند المسلمين وكانوا يرون بأن المرأة يمكن أن تكون حكمة ويمكن أن تتولى الحكم وليس في ذلك بأس تطورت الأمور بشكل سلبي في المسلمين حتى أصبح نرى بعض الأقطار وبعض الدول المسلمة تأخر عندها الإذن للمرأة بأن تصوت لا أن تترشح بأن تصوت لمجالي الشورى وليس للبرلمانات التي هي مجالي الشورى بالتسمية يمكن المسلمين حتى تصوتها كان فيه أخذ ورد بينما في القرن السابع الهجري لم يكن هذا الفكر موجود واستطعوا أن يجمعوا على امرأة وأن يجعلوها حاكمة عليهم وأن يجتمع العلماء عليها أيضا وأن يعطوا أوامرهم وتوجيهتهم لكل مساجد المملكة أنذك بأن تدعو لهذه المرأة وأن تدعو لشجرة الضر أن تدعو للسلطانة السلطانة أم الخليل كما كانوا الصالحية أم الخليل كما كانوا يسمونها وأن تسمى باسمها المدارس والحمامات والمراكز وغيرها اعترافا بجميلها إذن هذه المرأة هي عنوان على الفكر السليد الذي كان سائدا في أمة الإسلام وفي تاريخ الإسلام وعنوان على الدور الذي لعبته المرأة طوال تاريخ الإسلام والمسلمين في الحفاظ على بيضة الإسلام وفي الحفاظ على أمة الإسلام فحينما كان الرجال يجدون بأن هذه المرأة قادرة أكثر من الرجال كانوا يولونها بكل أريحية كانت رئيسة للجيش وتقول الجيش وتوجه الجيش وتقول رواية بأن في عهدها تم الانتصار الأول ضد لويس التاسع وكان أسيرا ورجعته يعني بشروط ثقيلة جدا أطلقت صراحه بشروط ثقيلة كانت دائما لصالح الإسلام والمسلمين ثم فرانسيس الذي كان يحكم أيضا الإفرنج كانت لها معه صوالات وجوالات فقايدته على أن يرجع الأموال التي كانت نهبت من مملكتها أن ترجع والذهب الذي نهب من مملكتها أن يرجع لكي تطلق صراح بعض الأسرى يعني هذه الجرأة لم تكن تكتفي بها أو تستعملها فقط في مملكتها ولكن أيضا للمسلمين نعم كانت تتعدى الأقطاب الأخرى وكانت جريئة ولا تخاف من أي شيء حتى ترسل العدو إن صحيح رسلت العدو ورسلت أيضا المجاهد الكبير الذي كان يقود حرب البواخر أو الحرب البحرية بايبروس فرسلته وعقدت معه اتفاق أن يحميها وتمويله فوافق فلكي يوافق فلابد أنه كان يثق فيها نعم أيضا فإذن كان إجماع عليها من الداخل ومن الخارج واستطاعت أن تحمي مملكة المسلمين في مصر في القاهرة وأن تمكن للممالك في حكم مصر يعني سنوات وتركت بصمات كبيرة كانت في خدمة العلماء أيضا كانت في خدمة الأدباء والجانب التعليمي أيضا اهتمت به اهتمت أيضا بمظالم الناس كانت تستمع مباشرة إلى الناس وجعلت القضاة يتواصلون مع الناس ويستمعون إليهم مباشرة إذن هذا التاريخ يجب أن يبرس وأن يعرف لكي لا يتهم الإسلام والمسلمين بأنهم كانوا ذكوريين أو كانوا يقصون المرأة من الحياة العامة أو كانوا لا يمكنون للمرأة لكي تقوم بأدوارها في المجتمع وفي خدمة أمتها فقد كانت حاضرة ودليلهم في هذا هي هذه الملكة الشريفة أو الصالحة التي أبلت بلاء حسنا كل هذا يجب أن يعرف ويجب أن يقتدى بها أيضا لأن في بعض الأحيان نجد بعض الأسر أو بعض قد لا يسلموا فقط زمام أمور مسؤوليات بسيطة البيت نعم مسؤوليات بسيطة للمرأة خشية أن لا تنجح خشية أن لا تكون بمقدورها تحمل تلك المسؤولية وما إلى ذلك نعم في ذهنية الناس هناك أحكام مسبقة عن المرأة يجب أن يتخلص منها المجتمع مثلا كالحكم على المرأة بأنها ضعيفة أو أنها لا تحسن الحساب أو أنها لا تحسن التدبير أو أنها كذا وكذا فالحقيقة من يدبر أمور المجتمع؟ إنها الأسرة من يخرج الصالحين للمجتمع؟ هي الأسرة من يقف على هذه الأسرة لكي تنجح؟ هي المرأة الرجل قد يكون خارج البيت أكثر من داخل البيت والمرأة حتى إن خرجت للعمل فهي دائما حاضرة في البيت خاصة اليوم اليوم مع وجود الوسائل الحديثة في التواصل نجد المرأة قد تكون طبيبة وتكون مهندسة وتكون مثقفة وتكون لها أدوار طلائعية في المجتمع ولكن هموم أسرتها تصحبها فأرى بعض النساء المثقفات حينما نلتقي في ملتقيات أو مؤتمرات وغيرها دائما يتواصلن مع الأسرة ومع الأبناء وبينما الزوج لا يفعل هذا إذا خرج فهو يتجرد من مسؤوليته الأسرية فالمرأة الله سبحانه وتعالى خلقها قادرة وهي سيدة الأسرة وهي يعني يجب أن تكرم ويجب أن يوثق فيها وهذه الثقة إذا أعطيناها للمرأة فهي ترضعها لأبنائها ذكورا وإناثا فيقبر عندنا جيل واثق في نفسه جيل قادر على أن يفعل فعلا مميزا في مجتمعه وفعلا إيجابيا في مجتمعه وأن يتحمل المسؤوليات المتعددة داخل المجتمع إذن جدير بناء أن نفتخر بشخصية هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات ونعرف بسيرتها إلى هذا الجيل ونبرز أيضا هذه الشخصية المسلمة الفدة التي ظهرت في عهدها وبقيت يعني محفورة في التاريخ الإسلامي كانت هذه الشخصية الجميلة والمميزة شجرة الدر أو أم الخليل الصالحية هي مؤمنة هذه الحلقة من برنامج مؤمنات خالدات تعرفنا عليها وإياكم مشاهدي الكرام مع الأستاذة الفاضلة ناعمة بن عيش رئيسة المعهد شرعي النسوي عائشة أم المؤمنين شكرا لك أستاذة الفاضلة نتعرف على مؤمنة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على المتابعة نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لنتعرف على مؤمنة جديدة من مؤمنات خالدات فريق العمل يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته